إلى ضيفنا من بيروت سيد إلياس فرحات المحلل العسكري والاستراتيجي كنت سألتك سيد إلياس هل ستستشير الضاحية بيروت في أي قرار بشأن ردها على اغتيال العروري؟ يعني رد الضاحية أو حزب الله تحديداً مبني على جملة اعتبارات من ضمنها الاعتبارات الداخلية اللبنانية واعتبارات الحرب الدائرة في غزة اليوم معتبارات الوضع الاقريبي بشكل عام إذا كان هذا الرد يتدرج من عملية محددة ضد هدف محدد أو يتطور إلى موقع محدد لإسرائيل أو في فتح حرب شاملة كل ذلك خيارات مفتوحة أمام حزب الله يختار الأنسب منها وطبعاً بمراعات الحكومة اللبنانية ومصالح الشعب اللبناني في هذا الرد ماذا تعني سيد إلياس بكلمة مراعات؟ هل يستشير قصر بعابدة؟ هل يستشير سيد ميقاتي؟ هل يستشير بيروت الحكومة؟ أم يبلخها؟ حتى الآن تاريخ الردود والأفعال بين المقاومة والحكومة لا تقوم على اتصالات علنية واستشارات علنية ربما عبر الأجهزة الأمنية وعبر قنوات سرية تتم هذه الاستشارات وهذه الإبلاغات لكن لم نشهد حتى الآن زيارة مسؤول حزب الله لرئيس الحكومة وإبلاغه أو سمعنا عن اتصال بين مسؤول حزب الله ورئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية هناك أقرية مخابراتية من الأجهزة الأمنية اللبنانية مع حزب الله هي التي تتولى نقل هذه الرسائل طيب بطبيعة الحال الحكومة في لبنان وربما الشعب أو في معظم طوائف كثيرة بطبيعة الحال لا يريدون حاليا مواجهة بطبيعة الحال لأن لبنان يئن منذ سنوات في أزمة اقتصادية طاحنة ولديه ما يكفيه من المشاكل إنما حدث ما حدث ما هي الخيارات الآن ماذا أمام لبنان من خيارات يعني هناك حاجة إلى توازن بين مصلحة اللبنانيين كافة من ضمنهم مؤيدي حزب الله في عدم إحداث سراع شامل بتوقيت غير مناسب وبين تنفيذ التهديد بالرد على اغتيال العروري أعتقد أن حصل منذ نحو خمس أو ست سنوات اغتيال لشخصية قيادية بحزب الله يعني من الصف الثاني هي جهاد مغنية ابن الشهيد عماب مغنية في منطقة درعة في سوريا فكان الرد هو هجوم على دورية إسرائيلية وقتل اثنين منها وشرح البقية الثمانية وكان ذاك الرد تفاهمته إسرائيل ولم توسع نطاق المواجهة أما بالنسبة لقائد مثل صالح العروري بهذا الحجم الإقليمي الكبير فأعتقد أن الرد سيكون أعلى من قصف لدورية إسرائيلية سيكون قصف لهدف ربما شخص أو ربما موقع إسرائيلي إذا ما أردت حماس وهي موجودة في الجنوب اللبناني بالطبع إذا ما أردت أن ترد من جنوب لبنان هل تنسق مع حزب الله هل تستشيره؟ بالطبع هي أطلقت في أربع وخمس مرات صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال وأذاع بيانا بذلك وسقط لها أربع شهداء أيضا الجهاد الإسلامي شاركت وتسللت إلى الداخل وقابت بعملية وقتلت أربعة إسرائيليين وسقط لها شهداء يعني الجهاد الإسلامي وحماس يقومان بشركان حظب الله في العمليات الجارية على الحدود اللبنانية الفلسطينية هل قرار حزب الله بالرد من عدمه سيخرج من الضاحية أم من تهران؟ لا أعتقد أن تهران بصدد التدخل بهذه المسألة لأن القرار يجب أن يراعي كما أكرر كلمة يراعي المصالح اللبنانية ودور حزب الله في التدخل لصالح المقاومة في غزة وهذا تفصيل دقيق يعني لا يعرف فيه إلا من هو يقوم به مباشرة وليس في إيران التي هي مظلة كبيرة وداعمة لكل قوى المقاومة لكن هذا التفصيل يبقى عند أهله في بيروت حزب الله يقول عادة يحذر عادة إسرائيل يا سيد إلياس من قوته الصاروخية يعني عادة ما يتباهى ربما حزب الله يعتز حزب الله بقوته الصاروخية أكثر من 150 ألف صاروخ ربما هو يقول لديه أنظمة توجيه الدقيقة كذلك طور هذه المدى والقوة التفجرية وما شابه وهي كلها موجهة ضد العدو لدى حزب الله وهو إسرائيل متى ستستخدم هذه الصواريخ برأيك؟ يعني هذه الصواريخ تحدث عنها نتنياهو أكثر من مرة وفي مناسبة أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة أخذ خريطة وصور وضعها أمام أعضاء الجمعية العامة وأخذ يشرح قوة حزب الله ويشكو من الصواريخ الدقيقة التي تطال الأراضي الإسرائيلية حسب قوله كلها هذه الترسانة حزب الله هي حديث إسرائيلي وحديث لبناني أيضا لكن متى هذا سؤال الجميع؟ هل أنا الأوان لنشوب حرب شاملة مع إسرائيل؟ هل يستطيع حزب الله وحده القيام بحرب شاملة دون الجبهة السورية ودون تعاون مع إيران أو دون باقي القوى في المنطقة؟ أعتقد هذا التقدير موقف سياسي دقيق جدا يعني لا يمكن لحزب الله أن يغامر في اتخاذ مثل هذا القرار دون مراعاة الوضع الإقليمي بكامله ومشاركة الوضع الإقليمي إذ لا يجوز الخسارة في مثل هذه الحالة أي زج كل قدرات حزب الله وخسارة كل شيء حادثك يا سيد إلياس عسكري في الأساس هنا أسألك يعني نعم إذا ما أطلق حزب الله صاروخاً ما على مكان ما وقالت إسرائيل إن هذا الصاروخ إيراني وحصل عليه حزب الله من إيران ما هي تبعات هذا التصريح لو خرج من حكومة الاحتلال؟ هو تصريح عادي يعني يمكن لحزب الله أن يقول الطائرة التي قصفت العروري أمريكية وصنعت في إيران وقدمت بمساعدات أمريكية فهل يكون ذلك حرب على أمريكا؟ ثم أن اتهام إيران بالتسليح هو موجود في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان يعني لم يعد شيء جديد وبارز أن تتهم إسرائيل إيران بتسليح قوى المقاومة الفلسطينية وغيرها أشكرك سيد إلياس فرحات المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا منا بيروت